السلام عليكم و مرحبا بكم في قناتكم مخبوزات أم عبل غاني اليوم اخواتي أريد أن نقدم لكم هذا الوصفة الرائعة أنت بريوش من نوع آخر يعني بريوش على بلي بزاف ما سيوش ما زال ما سيوش لحد الآن واللي هو مونكي بريد بربي ان شاء الله تعجبكم هذا الوصال مونكي بريد هذا هو حبات الرمال نحن بالعربية يقولون له حبات رمال انجليش يقولون له مونكي بريد شغل قرد قرد مونكي مهم اخواتي أريد قتلكم معه شوكولات شوكولات بيضاء جد تهبل شوفوا زينوا بها أنواع الكيك زينوا بها أنواع البريوش سينابونرز يعني بزاف حوالي تقدر تزينوها بها وتقدر تنكهوها كما حبيتوا وديروا لها نوكها تعبي 16 تافار يعني وزينوا بها لي كيكتكم ولا البريوش كمان هاليوم بدأ وصفتنا احباباتي لكن قبل ما بدأوا ما تنسوش تديروا لي هذيك اللايك بش وصل هذا الفيديو الأكبر عدد ممكن من المشاهدي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كيما تشوفوا معي أخواتي درت بيضاء كاملة درت عليها كاستال حليب الدافئ يكون دافئ مليح على خاطر يسمى لاغي سيفيون تعنا راي شوي باردا يعني دفيوه مليح ملعقة كبيرة تخميرة فورية يعني حوالي 14 جرام هي تهز 14 جرام توما أنفضوها شوية لازم تهزلكم 10 جرام فهمتوني ومبعد ديروا عليها ثانية ثلاث ملعقة كبيرة من السكر خلطت مليح ومبعد دفت الملح تاعي الملح راني ضفت ربع ملعقة كبيرة يعني حوالي ملعقة صغيرة تخلطو بها التاي والقهوة الصغيرة خلاص دروا ملعقة عمرها ودرواها الهناية ونخلطو مليحن بعد نضيف ثاني الفارينة يعني الفارينة ستهزلكم حوالي ثلاث كؤوس يعني الكاس اللاخر يبقى لكم منه ربع كاس وشي هو ما نضيفوش الفارينة دفعة واحدة ضيف الكاس اللول وخلطو اضيفو الكاس ثاني وخلطو هاكا مش تساعدوا العجينة لتعجن لكم في ساعه و مت متعبكمش بزف في العجين على خطرية هاذ العجينة لازمك تعجنوها شوية يعني العجينة هذي تاع دوناتس وطاع واستعملوها في بزف الحويجة هاذ العجينة مهم لازمك تعجنوها مليح مليح حتى نتويل لور طبا ولازم هنا في القوة متاحة في الاول تكون متماسكة ما تكونش تلتصق في اليد هاكا بش تمدلكم نتيجة مليحة وتمدلها الوقت للاختمار هذه العجينة تحب الوقت بزاف للاختمار لتمدلكم الناتجة المرضية التي تحوسوا عليها يعني هذه القوام القطني هكا يا البناد تشوفوا القوام اللي راح نتحصلوا عليه في العجينة لا تكونش تلتسق بزاف في اليد انا هزت ليا وقتلكم زوج كيسان كاملين تحفارينة حوالي 250 جرام زوج كيسان وزيدوا لهم كأس إلى ربع يعني في المجموعة حواليك قولوا 350 جرام هكا 350 جرام تحفارينة هكا يا البناد يعني كأس إلى 400 جرام حتى هو ها هي كي العجينات شوفوا يعني تكون متماسكة شوية ما تلتسقش في اليد احنا نحطها في سطح العمل اذا عندكم يعني عجانة استعملوها نديروا المارغارينة تاكم وبدأوا تعجنوا فيها اذا ما كانش تتظر بذراعك وتبدأت تعجني كما انا انا عندي بيتراع لكل حال ومسح ما نحب نعجن فيها قلتلكم ما نحب نعجن فيها باش متفنينوش يعني كتشو فيك قاعدة نعجن بالعجان تقولي خلاص ما نديروش ما نديروش هذا الوصفة ما تصلح ليش انا باليد وما تصلح ليش حبيت يعني نعجتلك بلي كامل مخبوزات يصلحوا باليد المهم اخواتتي حنا الكامية المارغارينة كم شفتوا معايا درت ملعاقة مشي معمرة مليح حوالي قولوا 25 جرام بركنت المارغارينة مشي يعني ملعاقة كتعمروها مليح 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 تنجي هكا جبل حوالي 50 جرام تم اديرو حوالي 25 جرام ونبعد عجنوها حوالي 50 جرام ونبعد عجنوها يعني في المصانع الكبرى لهذا العجينة يعجنوها بلي بيتران هذا الكبار يعجنوها حتى يتحصلوا على هذيك القوام الشفافي يعني تحلي العجينة ونبصحنا بما اننا نعجنوها باليد يعني مهم عجلناها شوي تليسات ونروحوا للسلصة البيضاء انتعنا يا البنات لي سلصة شوكورا البيضاء يجب ان تقوم بتحليق كيك الخبز البريوش كما شفت معي اخواتي اتضرب حليب بودرة زائد كيلة سكر نفس الكيلة زائد كيلة زيت وزائد كيلة حليب ساخن يكون ساخن جدا مغلي وضع السكر وضع الفانيلا وضعها في المكسر اذا لديك بلندر ثاني اذا لديك بلندر ثاني سيصلح مهم اي حاجة فيها موس اخلطوا تبدأ القوام تحت تختارك كيلة مايوناز تشوفو كيفها يعني خليت لكم اللقطات كاملة لا تريد ان احذف تشوفوها كيفية تتحول على الولة تتعود خفيفة ثم تبدأ تثقل وحدها تشوفو هذه القوام تحصل عليه تهبل تهبل بنات سورته اذا قدرتوا لها نكهات انا او لغير عندي لزاغم فرماج يجب فرماج يجب فرماج يجب فرماج مثلا مكعبات يصلح او لفخماج الاخرين كما قلتنا الغاليين هكا تجيكم واحدة نكهة ونفوتو نوجد الملتعنا الملتعنا يجب ان تدهنوه مليح بالزبدة انا ادرككم قياسة عورة حوالي 23-23 سنتيمتر القطر هذا المولر صغير هذا المولر صغير ادهنتو بالزبدة مليح مليح ومبعد ادرت له طاحن او الفارينة ادرت عليه الفارينة كامل حبيتوه ترمدوه بالكاكاو معلش نديروه بالكاكاو اديروه بالكاكاو ونفوتو البودرة اللي راح نرمدو فيها هذيك البريوش تعنا ادرت انا ملعاقة كبيرة مع مرمليحة الكاكاو شوفوهما يدورها غرب القرفة وشوية سكر شوية الاخر الجزائرين ميحبوش القرفة بزافكة في الحوايج ويحتوي يديرو كونتيتي صغيرة على بيها خلطت لكم معها الكاكاو وخيرت اني ندير معها الكاكاو ودرت معها وقلت لكم ملعاقة ونصف انتع السكر تحبوه سكر بني ولا سكر العادي اللي معدهاش البني تدير العادي ومبعد نحطوها على جنب وروحوا العجينات انا شفو دي غازيتها خرشت عجينة تهبلت اعطيت لها ساعة كامل في الاختمار يا ابنت لازم تختمر ساعة كامل هذه العجينة يعني شرط هذا شرط من شروط نجاحها باش تجيكم قطنا وتجيكم ملعا وتطلع لكم ملعا ذوكا تحكموا العجينتاكم واش تديرو جيبوا المول قدامكم وتجيبوا الخلطة هذيك اللي راح نرمدو فيها شوفوا كفاها تديروا راح تقسموا احبات صغار خلاص ماذا بيكم نديروهم حتقل من هكا اللي درتها انا على خطر مبعد رامي ينزيد وينتافخوا في الفرن شوفوا ومبعد تحطو في المول حطوهم هكا عشوائيا انا كنسحت لشوي البودرة هذي على العجينة شوفوا راح تبدو تقسموا هكا بالوحدة وترمدوها في هذيك الاخر ومبعد في هذيك الخلطة ومبعد تبدو تحطو في المول اذا حبيتوا طريقة عملية تحكموا كيفاش تكووروهم كامل تحكموا العجينتاك كامل تكووريها على خطره ديروهم حبيبات صغار شوفوا نقول لكم قدواه ما مكثر شوي من حبة قد حبت الزيتونة بزايد قد حبت الزيتونة بزايد قد يجوكم حتى ينتفخوا شوية يجوكم قد 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 هكا بعد ما كملتهم يا البنات كامل شوفوا هوا كي المولتعنا كملناهم كامل رسيناهم انا بقيت للبودرة بزاف هذي اللي نرمد فيها حبيتوا تديرو نصف الكمية يعني بش اذا ما تفزدوش مثلا ديرو نصف الكمية اذا بغيتوا تديرو كيما انا بزاف هكا وتخبيوها يعني خطره اخرى تزيدوا وتعاودوا بها معلش انا خبيتها بش خطره اخرى نلقاها واجدة هنيا هذ الخبز تاعي والاخور المول تاعي خليدوا ساعي يزيد يختمر ثاني مرة اخرى في المول ونبعد يالبنت بش نحطوه في الكوشة كنحطوه في الكوشة نحطوه فوقه هكا اي بلاتو بش يتبلاطلنا الفوق ويجينا متراس مليح في بعضها حتى كي طيب هكا متراس بعد ما طيبتوا يالبنتكم شفتوا معايا شويات زادلو شويات طياب خاصة اتم الفوق بس حملتها تجيفوا ما شاء الله خرج حمار يهبل ديموا اليوه بكل سهولة على خطر كنا دهنين ملتعنا بالزبداء وورا مدناه مليح شوفوا يعني ما شاح يلصق لكم خلاص يجيكم روعة ونبعد زينو بواج حبيته انا بنتجبت هذيك السلسلة اللي خدمت معاكم هذي اليوم هذي خدمتها معاكم اليوم بتاع السلسلة البيضاء وقتلكم خليتها بيضاء هكا بالعاني عجبني لونها هكا حبيتوا يديرو لها لاغونطا بيستاش الاخر يعني يجيكم ثانية روعة ودرت السلسلة هذيك تاع الكرامل اللي كنت خدمت امس معاكم في الفيديو تعلو لامسة الفيديو تعلو لامسة الميني كيك هذو ثاني وتحبو تديرو مثلا شوكولاتة للطلي ثاني ديرو واش حبيتو زينو بواج حبيتو ودرت الفوق كوكو ايفيلي وشوفو ما شاء الله تديروها لضيافكم ولا مثلا حتى الفاتور الصباح ولا العشية تلمو عليها هكا تهزوا بالحبة بالحبة معاك كاس حليب ما شاء الله نتمنى اخواتي انها تكون عجبتكم هذي الوصفة اذا اجبكم الفيديو متبخلوش هليا بلي لايكو بتاعلي قناة الجميلة والسلام عليكم